مرحبا برج الجدي أرى أنك يا برج الجدي حاليا أنت في طاقتك ولكن حزين أكثر يعني أنت حاليا في طاقتك الاعتيادية وهي طاقة ملكة الأرض أنت حاليا لديك أشوف أغلب ما تريده على الصعيد العملي أو يعني راضي مقتنع حاليا في حياتك في هاي الوضع ولكن كأن ما عندك نوع من الحزن نوع من الحنية إلى شخص ابتعد عنك إلى شخص لم يعود موجودا في حياتك موجود جدا أنت في محيطك لحد الآن أنت تفعل الأمور اللي دائما تفعلها ومشغول أيضا في حياتك ولكن في قلبك في عقلك دائما هاي الفترة زي تفكيرك بهذا الشخص واحتمال رحيلة عنك أو ابتعادة عنك أو أنه انفلت من قبضة يديك لأنك كأنما أنت كنت ماسك العلاقة كمال خماسي في يدك يوم من أيام ولكن حدث شيء وابتعد عنك هذا الشخص في حاليا أنت تمر بمرحلة ندم معرف حسرة حنين إليه اشتياق تتمنى أن الوقت يرجع بك لسابق رح تسوي الأمور بطريقة مختلفة أحتك جدا قاعد تفكر فيه وفي الماضي ولكن في نفس الوقت عندك كرت المشاغب أو المخاطر الشخص المرح اللي مستعد أنه يقفز من على التلة ويكون وزنه خفيف احتمالات كثيرة ولكن أشوف أنك إما قاعد توهم الناس اللي حولك أو الشخص اللي أنت حاليا موجود معاه في علاقة أنه أنت تخطيت الشخص الأولي تخطيت الحبيب الأولي كأنما أنت خلاص حاليا ما عندك أي ارتباطات فيه ولكن أشوف أن كرت الفول في هاي القراءة كأنما بعدت الظاهر لأن هذا الشيء غير حقيقي أنت لحد الآن لم تتخطى هذا الشخص لحد الآن تحبه لحد الآن تفكر فيه فمجرد قاعد تتسوي هاي التمثيلية تكثر من الضحك تكثر من الخروج تكثر من الحياة الاجتماعية عشان فقط توهم الناس كأنه ما عرض مسرحي توهم الناس أنه أنت خطيته احتمال هو زوج سابق أو حبيب سابق ولكن لحد الآن أنت متعلق فيه أنت لم تنسى لم تتشافى من العلاقة لأنه موجود تحتهم كرت الماء في شي عميق لحد الآن عندك لم يطلع في حقيقة لم تصارح فيها نفسك أو هذا الشخص الموجود في حياتك ممكن يكون أم، ممكن يكون أخت ناصحة شخص تطلق فيه يعرف عن مشاعرك لكن هذا الشخص وإن كنت أنت مشغول هنا ولكن هذا الشخص مشغول فيك أنت فيعرف ويفهمك عارف أن أنت لحد الآن لم تتشافى وإن لم يتحدث معك عارف أنك لم تتشافى من هذا الحب أو لحد الآن أنت ندمان ومتوقع أنك رح ترجعون لبعض هذا الشخص عينه عليك، تفكيره فيك كأنه شايلهمك أجين عنده طاقة الأم المراعية اللي تتمنى لك الخير، اللي أنت دائماً في قلبها وتفكيرها وتتمنى أنها تشيل الألم عندك، منك يعني وكمان أنت هنا أحسك في طاقتك العادية يا برج الجدي أنت يعتمدون عليك الكثير من الأشخاص تساعد الكثير من الأشخاص مهم في محيطك كأنما أنت البلسم أو الشخص المضحك لجميع اللي في حياتك كأنما أنت جداً شاطر أن أنت تخفف عنهم جروح لأن أنت عندك طاقة الأم، طاقة ملكة الأرض وهي الطاقة المعطاء، ولكن لنفسك أنت تشنك مون قادر تعطي مثل ما نقول باب النجار مخلوع ولكن هذا الشخص يحاول أنه يساعدك أنت شخصياً لأن أنت قاعد مشغول في الآخرين، تساعد الآخرين هذا يحاول يساعدك يحاول أنه، وإن كان بشيء بسيط أنه مثل اللي يبرد على جرحك أو يخليك تتصبر أيضاً طاقة الماء هي طاقة الصبر وطاقة التحمل يحاول يساعدك أو يخفف عنك يعطيك الأمل في نفس الوقت ولكن أنت طلعاتك كلها إلى هذا الجانب اللي في الشريك الشريك حالياً مشغول جداً يعني طاقتها جداً تختلف عن طاقتك أنت عندك طاقة الأرض ولكن مش هامدك في هاي الفترة مو أكبر اهتماماتك الأمر المادية، هذا الشخص كأنه ما فتحت له في هاي الفترة أبواب السماء، صار عنده الخماسي الأول وهي هدية من السماء، توفيق من الله سبحانه وتعالى فجداً مشغول أنه يحصد كل شيء ويحاول ينجز كل شيء في هاي الفترة لأن احتمال كانت متوقفة عنده الأمور المالية، الوظيفية في السابق فلما انفتح لأول باب منغمس جداً في تحقيق ذاته في تحقيق هاي الأموال الدخل اللي كان دائماً يحلم فيه ينتقل لبلد ثاني، يفتح بزنس ومن ثم إلى بلد ثالث جداً مشغول في هاي الفترة فطاقتها جداً مختلفة عنك يعني هو منغمس في الحلال المادية أنت منغمس حالياً في مشاعرك كأنما توق استوعبت أو أدركت ألم رحيلة هذا الشخص لا كأنما المادة قاعدة يعني رأى المادة فهنساك تماماً ولكن هو لم ينساك عنده كرت ثلاثة الأخصان ثلاثة الأخصان في الكروت العادية أو الصورة الأصلية هو شخص عنده ثلاثة أخصان مزروعة في الأرض أعطاك ظهرة ومنتظر السفن بكل إيمان السفن اللي فيها حمولته أن تأتي إليه ممكن يكون حبيبك منطاقة من الأبراج النارية ممكن أنت حالياً قاعدت تتعامل مع شخص برجة مائي اللي حالياً موجود في محيطك يحاول يخفف عنك ممكن فش أقولك هذا الشخص مستسلم ولكن كأنما أعطاك ظهرة أعطى الموضوع العلاقة ظهرة بحيث أن ش أقولك قام يصير اللي بده يصير يصير بالنسبة لهذا الشعارة بخصوص علاقتكم في هاي الفترة اللي بده يصير يصير لأن احتمال أنه تعب في السابق حاول مشي العلاقة كانت العلاقة مو مستعدة تمشي أنت كنت غير مستعدة أن تمشي معها ولكن احتمال الحين يوم صرت مستعدة أن تقفز أو تدخل في العلاقة هو صار مشغول هو صار مبتعد هو صار بارد باتجاهك لأنه تحول إلى أمور أهم عنده ست الخماسيات في نفس الوقت هو جدا مشغول بتدخيل الأموال والصرف احتمال أن يدخل مثلا ست خماسيات عنده ستة ولكن يصرف منهم فقط خماسي الباقي يوفرهم فهو جدا مشغول في إدارة مصاريفه الخاصة ودخله الخاص بحيث أنه شنو قال عن علاقتكم قاعد يقول عنده إيمان بأنه النصيب راح يصيب فما راح هو يتحكم بالموضوع أو حتى يحاول أن يأتي ثجاهك في الفترة القادمة خلاص راح يدع الأمور تأخذ مجراها راح يتوقف عن مثلا أن يحاول يرجع لك أو الأمور اللي كان في السابق يعملها خلاص هذا الشخص كأنما قطع السلاسل ولكن السلاسل اللي أنت موجودة في طاقتك يا برج الجدي هي سلاسل الأوهام برج الجدي كرته كرت الشيطان The devil والشيطان معناته أنه أوهام أفكار سيئة أفكار سلبية أشياء من تخيلاتنا غير صحيحة فهو كأنما صار فترة معينة دائما يتخيلك ومنهم ولم هو أيضا كان يتوقع العلاقة أن تنجح لم تنجح فعشات جدي الحين أدار ظهره وعنده إيمان أن لو أنتم مكتوب لكم ترجعون لبعاث راح ترجعون ولكن خلاص وضع الموضوع بيد الله سبحانه وتعالى استسلمه لأمر الله لم يستسلم نقطة استسلم لأمر الله الطرف الثالث عنده السيف الصغير الغير محترف عنده كرت برج العقرب كرت الموت التغيير الشامل التحولات على مستوى كبير وكرت ثمانية السيوف أشوف أنه في طرف ثالث ممكن يكون هذا الشخص ممكن يكون شخص من طرف هذا الشخص ولكن الشخص جديد سيحاول أن يدخل حياتك سوري سيحاول أن يدخل حياتك ويقوم بتغييرات جذرية كأنما يعني يتطرف أن اليده صلاحية عليك كرت الموت هو كأنما ملك الموت يدخل ويغير كل شيء فرح يحاول أن يدخل حياتك يغيرها كامل بدون حتى أن يعرفك يعرف طبيعتك يعرف عن علاقتك مع هذا الشخص أو يعرف حتى يفهم مدى حبك للشخص القديم سيحاول أن فقط يدخل ويغير ويتظاهر أنه هو يعني كأنما ملكك أو أنت في علاقة ولكن اللي ما يعرفه واللي راح يكتشفه بعد فترة إن هذا مش بالنسبة له مهمة ويقدر ينجزها هذا الشيء باستخدام طاقته الطبيعية هو أشوف إنسان ممكن يكون جاف صارم عنيد عسبي يعطي أوامر للجميع رح يكتشف أن معاك أنت هذا النوع من التغيير ما راح يغيرك ما راح ينفع معاك هاي الأسلوب مجيد معاك فبدل أن يحاول أن يغيرك أنت اللي كأنه ما ستأخذ هذا الشخص الجديد وتخليه في مثل المتاهة أو تخليه في مثل حبيس أفكاره الخاصة احتمال يكون برج هوائي أو مائي عندنا العقرة ولكن كأنما أنت بتحط الأمور في نصابها مع هذا الشخص يعني أنت لو كنت مو بس أكد بخصوص مشاعرك تجاه الشخص القديم معه الطرف الثالث راح تتأكد لأن هذا الشخص راح يعجز يغير معاك الموضوع يغير معاك الأسلوب ما راح يصلح راح يحاول يكتشف لماذا أنت بهذا الشكل عند طاقة الجاسوس يحاول أن يكتشف ليش أنت بارد معه؟ ليش أنت لا تريده؟ ليش أنت مو متفاعل معه؟ احتمال يصلح الجواب من ملكة الأكواب ملكة الأكواب راح تتواصل مع هذا الشخص وتخبره أن ترى برج الجديد لحد الآن في شخص في قلبه في باله وقتها أسلوبه المعتاد لن ينفع وسيكون حبيس لسجنه الخاص اللي وضعه على نفسه قراءتكم جدا اليوم مباشرة بشكل عام ممكن يكون أيضا الشرك عندكم برج هواي وهذا الشخص برج عقرب أو برج مائي ممكن يكون من أي الأبراج هذا الشخص ممكن يكون يحاول ينسيكم الشخص القديم اللي هو يكون برج هواي ولكن يفشل لما يفشل هو ستنقطع فيه الحيلة مو عنده شي يسوي خلاص أني مر إن هذا الشخص كأنه ما شفت البذرة اللي المغروسة في الأرض دائما يرمز للخماس الأول إنه هو البذرة المغروسة في الأرض هذا الشخص مغروس في قلبه ما في نوع من الموت أو من التغيير اللي ممكن يخرجه يخرجه من قلبك لحد الآن أنت انتظره لحد الآن أنت توقع أن يوم الأيام تمشي العلاقة بينكم يمكن تمشي راح نشوف في كارت المفاجآت شنو راح أصير عندك يا برج الجدي وقعد أشوف إن هذا الشخص لحد الآن يفكر فيك لحد الآن في حب في ارتياح وحب تجاهك ولكن ما عنده طريقة أن يتواصل فيك معها ما عنده طريقة يوصل لك مشاعر فمن أجل ذلك هو توقف عن المحاولة وقاعد يركز في حياة الخاصة حاليا كارت المفاجآة لبرج الجدي عندنا كارت انقلم عندنا عنصر النار موجود عند هذا الشخص أمير النار كارتة أمير النار يتحدث عن هو شبيه بطاقة برج العقرب التغييرات المفاجآة أو خلي نقول مثل البرج عندما يقع البرج التغييرات اللي يجلبها أمير النار تغييرات مفاجآة ماذا سيحدث؟ احتمال هذا الطرف الثالث يحاول بشكل كبير أن يغير حياتك في فترة بسيطة ولكن سيفشل ولكن لا تحزن هذا الوضع يقول لك عندك بيكون ثمان السيوف مثل اللي حبيس ولكن لا تحزن فشلك مع الشخص الجديد أو حتى الشخص اللي يحاول أن يغير عندك الوضع لا يحزنك لأنه وراء التغيير العنيف تأتي بداية جديدة خلك متفائل رح تأتيك بداية رح تأتيك تغيير شامل عنيف من شخص ولكن وراءه رح يخلف مثل الرماد اللي رح يشجع بداية جديدة في حياتك احتمال هذا الشخص يرجع لك مرة ثانية احتمال في المستقبل البعيد بعد انتهاء هذا الطرف من المحاولة معك ممكن أن تلتقي في هذا الشخص بمناسبة أخرى في مكان ثاني تكون احتمالية نجاح العلاقة بشكل أكبر ولكن تفائل هذا كرت التفائل دائما بعد الحريق أو بعد سقوط البرج عندك أرض خالية تستطيع أن تبني عليها موتشوك بتوفي قبل شكرا شكرا